سعيد أمر أشور 1980 عمر حر سعيد أمر أشور المهنة عمر حر موليد 95 اسمي محمد عبد الله محمد عبد الله محمد الهبي ملقب تشيوا عمني موليد 97 يوم 16 أربعة يعني سكان جيلا نسمي جنب قرب شيل تريكا يوم 16 أربعة ركبت عني أخي سعيدة ومحمد تشيواوا ملقب محمد عبد الله الهبي ملقب تشيواوا ركبنا لمنخط الكباب اخذنا سلاحنا طبعا من الحاشة من منخط انجيلا كلاشن والكاتم تاعي ومشانا للجبل احد الترقات من الليلة اللي قبلها طبعا ومشانا للجبل وصلنا غادي درس في حاشن سيبي قمزنا غادي شوية استناهل ومشانا للأدانين بعدها قشرت لي أخي أخي فاضل يوم 29 أربعة يوم الخميس جوني وساما وسعيد لقدام الحاش ركبوني معهم قالوا لعندنا مشوع في الطريق وساما قال لي بنقتل أخي فاضل على الموضوع عمي والوري وصلنا للمدينة كاباو قبل المغرب وتجانا لحاشن سيبي يوم 29 أربعة الموافق يوم الخميس ساعة أربعة العصر ركب جانا وساما أخوي قال لي يجي بسلاحك واركما عيبت العلاج قال لي يجي متقطرش ما يدوه وفي مشاكل مشاكل وصلنا ودخل negان بعد مقاشي لحاشل ونسيبه قناه فاضي وبدأي خطط وسامة في العملية قال لي انت بتقش معي وسعيد يقعد البرة سعيد خليه البرة وانت قش معي ويجيب معي الساكو باش لما نقوم بالقتل انت تاخد الساكو ويجي تعبي معي الورق والفلوس والفلوس تنقسموه مع بعضنا قسمة خوت احنا هل ثلاثة البس وسامة التام وتجهنا ليحوش فاضي خشي وسامة والتشواوا ونزل معها الشنطة للحوش الداخل قاعدة شوية طلعها وسامة والتشواوا قال لي لفدت في وسامة قال لي لفدت فيه مو قلا كيف ما قلت لامي قلت تاوه خلاشت بنا الطريق وصلنا قدام حوش فاضي نزل لوسامة قال هي نزل معك نزلت انا بالساكو وسعيد قاعدται بعيدا على الحوش نزل خشينا خشي وسامة لداخل الحوش وأنا قاعدت فم زقيفة أسمعت صوت رماية خفيفة إنها حان الأسطباء قبلها كانت مساوطة أسمعت رماية خفيفة و treقل حد يقول لا إله لا.. لا.. لا…. ثم طلعت البتة تيجري شبحتني واقع بإضافة بورست البتة إلعاد بقول لي تسمع صوت رماية خفيفة إنها كانت مساوطة أطلع لساما قال لأسيح بسرعة أطلع تلنام بسرعة نادي سعيد طلعت قعت النادي سعيد جاء سعيد و إرقبنا ناو وساما ورقبنا نيو وسامة مع سعيد وطلعنا بالسيارة من قدام حواش فاضل وصلت قدام حواش فاضل خشأت نيو محمد شواوا محمد طبعا عنده ساكو وقالي سعيد خوي في السيارة سلاحة خشأت الحواش قدت فاضل وابوي وولده وعائلة بتاعه يخطروا رميت على فاضل ورميت على ولده وعلى مرته ورجاء طالع بنته الصغيرة جدت طوره ورميت علىها بحث الكوجين حيث ممرت كوجينة هناك ابوه يور ويعيط قلت للمحمد دينور مشات ركبنا السيارة ورب وصلنا الكريمية نحاة السلفراني وسعيد ومحمد تشيواوا وركبنا الترقات ومشان اللي حاش تشيواوا دستنا السيارة غادي دست وسامة السيارة بحاش تشيواوا وفصلة السلاح وتشيواوا قاعد في حاشم وحنان مشان اللي حاشنا روحنا درسنا غادي طبعا فيه السلاح سكرت درسنا غادي بشات محمد روح نحن روحنا بعدان طلعت انا واخوي سعيد تم ضبطنا فيه منطقة عن زارة حطول السيارة وفاق السلاح وقالولوا خلاها عندك وطورنا رفع قاعدت في الحوش أنا بقرب الحوش نجو قبضوا عليه سامة قتل فاضل وعائلتها بسبب مشاكل خذوا فلوس سمي فاضل خذوا فلوس سمي والورثة ومرتها كذيرت مشاكل وقفت وسامة قال لي يا بكيح ما ماتت أمي دي قال لنتا قمّنوا محتى يعني بنقتلهم ما تبشيش أميكي أمي توفت شعر 12 بسبب المشاكل بتاعي وورتها جيت لاجلت توفت السبب مشاركتي في الجريمة وسامة صاحبي وعرض علي فلوس وانا طمعت مع في الفلوس ومشيت مع الجانب نعرف انه وسامة بيقتل العيلة ومن ضمنهم الصغار وما قدرتش نكلمة انه مغلول بياخد رمّة والورثة تعامل وسامة قاسد بيقتل فاضلة وعائلتها وصغارة بسبب أكلوه حب جمي ومتلاها انا قدرت الجريمة انه هو فاضل خنب في السمي وفي مشاكل عائلية بين فاضل ومرتا وامي وامي ماتت وانتقام الموضوع هو موضوع ماتت أمي سبب قتل الاطفال الاطفال بتاعين فاضل الانتقام من فاضل ومرتا بسبب مدرو في امي يعني انت خططت الجريمة طبعا كنت صايم ومعنديش لاخدات لمخدرات ولا اي معتارات عقلية لكن انتقام الوالدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر